الثامنة صباحا بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت جرنت شمو جزو الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم شارك الرئيس عبدالفتاح السيسي أسر وأبناء شهداء القوات المسلحة والشرطة احتفالية عيد الفطر المبارك والتي أقيمت في العاصمة الإدارية الجديدة وأكد الرئيس السيسي أنه سعيد بمشاركة أسر الشهداء لاحتفال بعيد الفطر المبارك متنيا على التضحيات التي قدمها الشهداء وأسرهم في سبيل أمن البلاد وسلامتها وصل جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفه لعنيفة على مناطق متفرقة بقطاع غزة وأوضحت مصادر فلسطينية أن سلسلة غارات إسرائيلية استهدفت مدينة الزهراء وحياء شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة ما أسفر عن سقوط شهداء ومصابين كما استهدفت الزوارق الحربية الإسرائيلية غرب مخيم النصيرات وسط قطاع غزة وكذلك محيط منطقة أبراج حمد السكنية غرب خان يونس أكد الوزير في المجلس الحربي الإسرائيلي بني جانس أن الجيش الإسرائيلي سيتخلو مدينة رفح وقال جانس خلال مؤتمر صحفي في مستوطنة سيد روتا بغلاف غزة أن الجيش سيعود إلى مدينة خان يونس وسط القطاع وشيرا إلى أن القطالة مستمرة في القطاع بدرجات تختلف وفقا للضرورة والاحتياج قال موقع أكسيوس الأمريكي عن مسؤولين إسرائيليين أن قائد القيادة الوسطى الأمريكية يزور إسرائيل اليوم للتنصيق بشأن هجوم إيراني محتمل وأوضح أكسيوس عن المسؤولين الإسرائيليين أن واشنطن تستعد لهجوم إيراني مباشر محتمل وغير مسبوق بالصواريخ والمصيرات على إسرائيل وأشر أكسيوس إلى أن واشنطن وتل أبيب بحثت خلال الأيام الماضية تحضير للرد الإيراني أعلنت الولايات المتحدة أنها ستقف إلى جانب إسرائيل ضد أي تهديد من إيران وخلال تصال هاتفي مع وزير الدفاع الإسرائيلي أف جالنت أكد وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكين أن بلاده ستتعاون مع إسرائيل حال شنت إيران أي هجوم على تل أبيب وأكدت الخارجية الأمريكية أن بلينكين وجالنت ناقش أيضا الجهود الجارية بهدف إطلاق صراح جميع المحتجزين من خلال اتفاق لوقف فوري لإطلاق النار في غزة تبادل جيش الاحتلال الإسرائيلي وحزب الله اللبناني قصفا عنيفا على طول الحدود بين إسرائيل ولبنان وقال جيش الاحتلال أنه تم قصف مبنى عسكريا لحزب الله في عيت الشعب أثناء وجود عناصر من الحزب داخله مشيرا إلى أنه قصف أيضا بنية تحتية عسكرية لحزب الله في منطقتين الخيام والناقورة بالجنوب من جانبه أعلن حزب الله أنه قصف بالمدفعية موقع السماقة في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة مع أصفر عن تحقيق إصابات مباشرة في جنود الاحتلال قالت القيادة المركزية الأمريكية أن قوتها تعاملت بنجاح مع ثلاث طائرات مسيرة انطلقت من مناطق يسيطر عليها الحوثيون في اليمن فوق خليج عدن والبحر الأحمر وأضف بيان للقيادة المركزية الأمريكية أنه تم تدمير ثماني طائرات مسيرة في مناطق يسيطر عليها الحوثيون في اليمن مشيرة إلى أنه لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات أو أضرار لسفن الولايات المتحدة أو التحالف أو السفن التجارية قال رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي أنه يتعين على الهند والصين حل النزاع الحدودي الذي طال أمده بشكل عاجل وأكد مودي أن السلام على الحدود ضرورية حتى تكون العلاقات مع الصين طبيعية مضيفا أن الهند ملتزمة بحماية سيادتها وقرامتها وتوترت العلاقات بين الهند والصين التي تتشاركان أو تشتركان في حدود جبلية ممتدة منذ أن اشتبكت قوات البلدين على حدودهما المتنازع عليها في جبال الهمالية مما أودى بحياة 24 عسكريا في 2020 مما أشرينا